الله سبحانه وتعالى في سورة العمران ذكر آياتي أخي جميلة جدا الله سبحانه وتعالى يقول ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفروا لمن يشاء ويعذبوا من يشاء الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين مين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين شف هذه الآية اللي ادللك الله سبحانه وتعالى ذكروا التقوى ثلاث مرات ترى واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين بعدين في الصفحة اللي بعدها أعدت للمتقين بعدين الذين إذا فعلوا فاحشته أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون إذن المتقين لله سبحانه وتعالى قد يقع في الفخ يمشي في حياته في دربة لله سبحانه وتعالى لكنه تواجه عقبة ويطب في هذه العقبة لينكسر لإنسانيته وينكسر لله سبحانه وتعالى ويعود إليه لذلك المتقي دائما يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة